اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب أن تزكيتها لعضوية الفريق الاستشاري السياسي لحركة التغطية الصحية الشاملة يو اتش سي الفين وثلاثين يعقس حجم تأثير مملكة البحرين والثقة التي تحظى بها في المجتمع الدولي وما قدمته للعالم من تجربة فريدة ورائدة في إدارة الأزمات خلال جائحة كورونا بفضل النهج الذي رسمه جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وتتويجا لجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال بشاركة معالي رئيسة مجلس النواب اليوم في الاجتماع الافتراضي للجنة الاستشارية السياسية لحركة التغطية الصحية الشاملة حيث ناقش المستشارون السياسيون خلال الاجتماع الرسائل التي تتجه حركة يو اتش سي الفين وثلاثين إلى تبنيها ونقلها إلى القادة السياسيين والمسؤولين رفيعي المستوى لضمان ترجمة الالتزامات من قبل الحكومات والدول كما تم التعرف على الفرص المتاحة لمواصلة استخدام العمليات السياسية للحفاظ على المستوى العالي من الزخم والالتزامات القابلة للتنفيذ بشأن التغطية الصحية الشاملة ولفتت رئيسة مجلس النواب لأن الاجتماع شكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حيث استعرضت معاليها تجربة مملكة البحرين في تطوير المنظومة الصحية وتوفير سبل تحقيق الاستقرار الصحي للمجتمع ترجمة نانسي قنقر